جمعاتكم مع حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي نجوم أفقام على كيفك حياتك صح على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي تحياتي لكل المشاهدين واستمعينا في كل مكان بنتقابل كل أسبوع في نفس المعاد في نفس اليوم من 3 من 3 إلى 5 علشان حياتنا تبقى أفضل علشان نعيش بطريقة صحية ونعرف معلومات يعني بتناقش مع بعض ومعاكم في مشكلات ممكن تكون يعني محياراتكم جاية على بالكم عايزين تعرفوا عنها أكتر عايزين تشوفوا ليها علاج فدائما بنطلب منكم أن تشاركوا معنا بأسئلتكم عشان محاور الحلقات تدور حوالين الموضوعات اللي انتم مهتمين بيها فشاركوا معنا وبعتولنا وقلولنا إيه الموضوعات اللي انتم مهتمين بيها النهاردة بارح اليومين دو الأسبوع ده وشاركوا معنا وبعتولنا على الواتساب على زيل وخمستاشر خمسة تسعة خمسة خمسة واحد صفر صفر ستة معاكم رجي هانا عبدالله على الهواء وبنستقبل أكيد مشاركاتكم حتى الساعة خمسة وحلقاتنا النهاردة مقسمة لقسمين قسم تاني حيكون بخصوص استخدامات الليزر في علاج الجلد بشكل عام وهتكون ضيفتنا الدكتورة خلود شمس الدين أخصاء الجلدية والتجميل والليزر أما القسم الأولاني فهو له علاقة بابتسامتنا دحكتنا إزاي إن إحنا ممكن نكون الابتسامة بتاعتنا شكلها أفضل ممكن كتير يكون ناس عندها مشكلة في أسنانها في شكل الابتسامة لكن بنسمع عن أشكال كتير وموضوعات كتير لعلاقة بشكل الابتسامة لكن فيه من ضمن العاميد الأساسية والموضوعات الأساسية لشكل الأسنان السليم هو موضوع التقويم تقويم الأسنان البعض مننا ممكن يكون خايف إنه هو ممكن يكون موضوع التقويم ده تقويم ده هاملي ألام هاملي مشاكل مش هعرف أتكلم براحتي أكل براحتي بيوجعني يقعد معايا كتير يعني أسئلة كتيرة ممكن تكون بتدور في أزهنة لكن المعلومات الصحيحة ممكن تخلي إن دي كلها مجرد ممكن تبقى جزء منها إشاعات جزء منها هواجز جزء منها مش حقيقي جزء منها حقيقي ده اللي هنعرفه النهاردة ضفنا الأستاذ الدكتور حاتم سف الدين استشاري تقويم الأسنان جمعتين شمس دكتورة في تقويم الأسنان جمعتين شمس عضو الجمعية الأمريكية لتقويم الأسنان وزميل الجمعية العالمية لتقويم الأسنان برحب حضرتك كيف أنت؟ بسهر خير زي حضرتك أستاذة جهان وأهلا بالسادة المستمعين أهلا بالحضرتك مشرفنا ومنورنا وزي ما دايما بنقول في بدايات الحلقات إن كتير مننا كمواطنين كمرضى كناس عاديين ما عندهمش خلفيات طبية ممكن نكون بنسمع من أصحابنا من اللي حوالينا من أهلينا معلومات ممكن تبقى المعلومات دي صحيحة وممكن تبقى مش صحيحة ممكن تبقى إشاعات وممكن لأ فعلش كده ده دور البرنامج كده دورنا إن إحنا موجودين النهاردة إن إحنا نصلح أي معلومة أو أي شائعة ممكن بتكون بتدور حوالينا حاجة طبية أو نفسية أو حتى اجتماعية فالبداية خليني أسأل حضرتك ليه إحنا ممكن نكون أو حد يكون محتاج لتقويم الأسنان إيه الدواعي الطبية اللي ممكن تخليه إننا لازم أرك التقويم في أسباب كتير إن إحنا نعمل تقويم السبب الواضح إنه هو عشان نحسن من ابتسامتنا ولكن في أسباب أخرى طبية بتحتم علينا إن إحنا نعمل التقويم ده زي مثلاً إعوجاج الأسنان ده ممكن يخلي مخارج الألفاظ يبقى فيها مشكلة كمان ممكن يؤثر على النوم التنفس أسنان النوم ممكن كمان لو فيه بروز ده ممكن الطفل وهو بيلعب يقع على أسنان وتتكسر فيه كمان جزء نفسي لإن إحوجاج السنان دوت ممكن يؤثر على نفسية الطفل ممكن يعرضه للتنمر ففيه أسباب كتيرة ممكن تخلينا نعمل تقويم الأسنان غير إن هو يبقى شيء جمالي فقط معقولة يبقى أسعى التنفس أول مرة أسمع المعلومات لما تبقى علاقة الفكين غير منضبطة والواحد هو نايم لو الفك اللي تحت صغير شوية ممكن يصغر منطقة التنفس فيؤثر على التنفس شوية حتى ممكن أطفال يبقى عندهم صوت وهما بيتنفسهم بداية من سن كام موضوع التقويم دوت؟ هو تغيير الأسنان عند الأطفال بيقى من سن كام نحن دائماً نحب نشوف الأطفال في سن ست سنوات سن التبديل وساعتها بنعمل جلسة كشف مبكر وديت جلسة مهمة جداً للوقاية من مشاكل الأسنان في جلسة الكشف المبكر ديت أنا أقدر أشوف تبديل الأسنان هل في مشكلة في السنان وهي بتطلع ولا ما فيش مشكلة كل شيء كويس ولو في مشكلة هل محتاجة تدخل دلوقتي ولا ستنى شوية ولو هتدخل بصورة بسيطة ومنع مشكلة كبيرة يعني مثلاً ممكن نعمل حفظ مسافة يوقف لمشكلة كبيرة يبقى شكله شبه التقويم شوية بس من غير الحاجات اللي فوقت لا بدأ بيبقى التقويم بيبقى عبارة عن جزئين صح؟ التقويم عبارة عن أجزاء كتيرة يعني فيه كذا جزء نوع من التقويم وفيه كذا جزء من التقويم حفظ المسافة ده وبيبقى حاجة مثلاً فيه درس كان سوس وتخلع بدري فلو إحنا ما حفظناش على المسافة دي السنان الجديدة وهي طلعة ممكن تلاقي المسافة تقفلت لأن السنان القديمة بتبتدي تقفل المسافة شوية حاجة زي دعامة حديد كده فيتحط؟ زي دعامة كده فيه منها أشكال كتيرة على حسب السنة اللي فقدت والوقت اللي فقدت فيه لو إحنا ما ركبناهاش في الوقت المناسب ممكن السنان الجديدة ما تلاقيش مكان إن هي تطلع ونحتاج تقويم لمدة طويلة وشغل كتير جداً وكان ممكن نتفاديها بحاجة بجهاز بسيط جداً هي ممكن السنة وتطلعش خالص ولا هتطلع وتقوم زنوقة؟ ممكن كده وممكن كده على حسب زي ما قلت لحضرتك على توقيت المشكلة يعني لو المشكلة حصلت بدري في سن 3-4 سنين مثلاً والدرس دوا بيطلع في سن 11 سنة شايفة وقت قد إيه ممكن السنان تتحرك وتغير وتقفل المسافة خصوصاً لو كان عنده أعراض إن في الفك صغير شوية والأسنان كبيرة يعني لو ما هو عنده من الأساس مشكلة فالمشكلة بتتفاقم شوية طب إزاي ممكن نتفادى بقى المشكلة دي من البداية يعني قبل ما ندخل لمرحلة التقويم دايما بيقول وقايا خير من العلاج يعني قبل ما ننصل لمرحلة العلاج عايزين نسائح من حضرتك لو في أنا حاسن دي حاجة يعني ربانية بتطلع لوحدها فإحنا ما عندناش حكم فيها صلاحي المعلومة لو أنا مخدقة لا هو بص حضرتك إحنا ممكن نتفادى مشاكل كتيرة كمان بالنسبة للتقويم إزاي إن إحنا نلحقها بدري زي ما قلت لحضرتك جلسة الكاشف المبكر ديت في سن ست سنوات والسنان بتبدل هشوف الطفل هشوف نمط التبديل بتاعه هشوف هل في مشكلة في الفك ولا لأ ولو في مشكلة هل حق أتدخل فيها بدري من قبل ما السنان تطلع؟ لا ساعة التبديل ما هو ست سنوات سبع سنوات السنان بتبتدي تبدل أي مشكلة بتبتدي تظهر في التوقيت دو لو في عدم تناسق في الفك في مشكلة في تبديل الأسنان في أسنان كبيرة في أسنان مزنوقة أقدر ألحق أعالجها لو أنا استنيت أكتر من كده ممكن المشكلة تبقى خلاص بقت ظاهرة وبقت موجودة ساعات أنا بتعامل مع المشكلة يعني أنا في الأرلي ديتكشن أنا بتعامل مع بداية ظهور شيء بعد كده لما بشتغل لا ده أنا ببتدي أصلح المشكلة اللي حصلت طب إيه نسائل حضرتك ممكن توجه للأمهات علشان في المرحلة دي في البدايات يعني خلينا أخذ سلم من أوله الوقاية خير من العلاج صح؟ زي ما حيك قلتي بالذبط يجي بدري جلسة بسيطة هتاخد ربع ساعة هنبص على الأسنان ممكن نعمل بعض الأشعات هتعرف وضع أسنان الطفل عاملة زي وعلى فكرة يعني أنا عايزة أقول إن الأمهات المصرية بقى عندهم وعي كبير جدا وفعلا ده بيحصل قردي دلوقتي إن فيه أمهات كتيرة بتيجي بالطفل في الوقت دوت وتقول أنا عايزة أشوف هل عنده مشكلة بتبتدي تظهر ولا لأ وهل ممكن نتدخل دلوقتي ولا ما نتدخلش طيب إحنا أكيد هنكمل كلامنا عن الأسنان تقويم الأسنان بالتحديد ده هذا موضوع القسم الأول من حلقتنا النهاردة بعد الفاصل سريعا شاركوا معنا بأسئلكوا على زيرو خمستاشر خمسة تسعة خمسة خمسة واحد سفر سفر ستة مع دكتور حتم سيف دين سشاري تقويم الأسنان جمعتين شمس إسا بنكمل حلقتنا الجزء الأول من حلقتنا من حياتك صح النهاردة ونكلم عن تقويم الأسنان دردشنا شوية في البداية هو التقويم وإزاي نقدر نعمل وقاية منه أو نبدأ يعني أنه قبل ما نعالج ونخش في مرحلة التقويم إزاي نقدر نحن نقي أطفالنا من سن صغير في البدايات إنهما بزيارة الطبيب يقدر يشوف حالة الفك وحالة الأسنان هل هي سليمة ولو فيه أي مشكلة ممكن يقدر يعالجها في البدايات خلينا نكمل كلامنا يا دكتور عن التقويم وكنت عايزة أسأل حضرتك من سن قد إيه يبدأ تقويم الأسنان زي ما قلنا إحنا في جلسة الكشف المبكر اللي هي في سن ست سنوات ساعة التبديل نقدر نحدد المعاد الصح إن إحنا نتدخل فيه بالنسبة لأداء للأطفال بالنسبة للناس الكبار في أي وقت نقدر نعمل التقويم التقويم مالوش سن مش فيه سن انتهاء اكسبايري دي؟ لا 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 ما فيش اكسبايري دي ما هو بص حكتين وأنا في مرحلة الشيخوخة ممكن أعمل مرحلة الشيخوخة دي كم سنة؟ مش عاربة بص حضرتك فيه حكتين عايزة أحذر منهم من المستمعين بمتداولين كتير كده بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار بالنسبة للأطفال يقولوله أنت معاد التقويم عن سن 12-13 سنة لما كل السنة تبدل هذا معاد التقويم لا تذهب قبل كده في السن دو بتبقى كل حاجة خلاص زي ما قلنا لو فيه مشكلة بتبقى خلاص ظهرت وبقت متواجدة وبنتعامل معها أو بنتعامل معها بس تاخد وقت أطول تاخد مجهود أكدر بالنسبة لأي شخص كبير بيقول يا دكتور أنا في السن دو هعمل تقويم يعني خلاص بقى لا في أي سن نقدر نعمل تقويم ليه؟ لأن احنا بالتقويم بنحافظ على أسناننا الطبيعية من غير ما نبرد أسنان من غير ما نعمل تركيبات من غير ما نعمل أي حاجة أنت بتحافظ بأسنانك الطبيعية فدوة شيء مهم جدا لما أخد فترة 6-9 شهور سنة بكتير بعمل فيها أسناني عشان تفضل معي طول العمر أحسن بكتير من أن أنا أروح لحلول أخرى مش دايما هي اللي بتبقى مناسبة لأي بس يعني أنا قصدي التحسن في سن متأخر الوقت يعني بياخد وقت دي يعني مثلا ممكن اللي في العشرينات يعمل تقويم ياخد وقت أكثر من اللي في الخمسينات هي بتعتمد على عناصر كتيرة جدا الحالة نفسها عاملة بالضبط المشكلة اللي موجودة عندي كسافة العدم اللي موجودة يعني ممكن كسافة العدم اللي في سن الخمسين أحسن من العشرين حالة صحية لأن حركة الأسنان بتعتمد على المقاومات اللي في الفك نفسه مش معتمدة على سن الشخص سن الشخص مش دايما هو المؤثر ولكن في السن الأكبر ممكن تبقى كسافة العدمة بتقل شوية أو بتزيد شوية بيبقى فيها بعض الحاجات دي بتغير في سرعة التقويم يعني احنا ممكن نتكلم إن المدة تختلف سرعة الاستجابة أو التحسن لا سرعة حركة الأسنان ودي برضو بنبقى عارفينها يعني بعد ما بنعمل الفحوصات بتاعتنا بنبقى عارفين إحنا في المتوسط هناخد وقت تقدي في التقويم المتوسط تقدي بقى يعني ما حد عنده مشكلة برضو في أسنان ومتوسط وقت تقدي ما هو حضرتك اللي كان زمان تقويم ده بياخد وقت طويل جدا يعني في حاجات سنين بقى كانت تلات واربع سنين وحاجات شخصة بالضبط ما هي دي من الحاجات اللي الناس تقول أنا عايزة بعد عن التقويم لا بياخد وقت طويل الكلام ده مبقاش موجود ليه لسببين أول سبب إن المدرسة الأمريكية اللي إحنا ماشيين عليها دلوقتي بتخلينا نتحرك بسرعة بحيث نحنا ننعودش مدة طويلة تاني حاجة ودي بيسميها جيم تشينجر بتساعدنا إن احنا نصرع حركة الأسنان زي استخدام الليزر في تقويم الأسنان الليزر بيبقى برعا بعض الجلسات بنعملها خلال فترة التقويم بيصرع حركة الأسنان بيقلل الاتهابات اللي بتحصل مع الحركة ديت وبيقلل أي ألم موجود يعني أنا مركبة التقويم وفي نفس الوقت بعمل جلسات ليزر وهو التقويم بس خلينا برشا بدون نسأل في بداية هو دي حاجة سابتة ولا متحركة ما على حسب أنواع التقويم يعني فيه أنواع كتيرة كل نوع ليه استخدامه يعني مثلا فيه أنواع سابتة زي التقويم المعدن اللي بنشوفه في الأولاد الصغيرين وعلى فكرة ده كمان اختلف يعني الحجم بتاعه اختلف الألوان بتاعته اختلفت عن زمان هو المعدن ده مختص سابت يعني متخصص للصغيرين لا لأي سن ولكن الشخص الكبير بيفضل أن الشكل يبقى مش واضح أكتر أو مش بيان أكتر فبيستخدم التقويم الشفاف اللي هو بيبقى سيرامي بس أكيد الكفاءة بتفرق من بين المعدن والسيراميك خالص ما على حسب كله بقى سيراميك وماذا يجب أن نفعل الأطفال السيراميك ما هو بص حقيقة لازم نديك اختيارات النهاردة حقيقة عايز تعملي تقويم عايزة تحطي ألوان كتيرة وألوان في الكريسمس وألوان في الفالنتاين اه بزبط فنحط ألوان المتال فيه أولاد بيحبوا المتال عشان يديهم ألوان كتير فيه أولاد مش عايزين يبقى التقويم باين فيعملوا السيراميك الترانسبران أنا أمار عرف إن فيه كريسمس وفالنتاين أنا فاكرة اللي هو الفضي لو المعدن والشخص لا لا ده فيه ألوان للهالووين كمان أبجان؟ ها أتخوف ولا هي لا 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 ما أتخوفش بس بيبقى بيبقى شكلها فاني شوية شكلها جميل بيقوا عليهم رسومات يعني؟ بالزبط وفيه أشكال بيكور بقى بالزبط وفيه أشكال ميكي ماوس هو ده جزء بنستخدمه في التقويم اللي هو الإيلاستيكس اللي بنستخدمه ولكن بيبقى فيها أشكال بحيث تحبب الأطفال في التقويم فيه حد ممكن يحب المعدن فيه حد ممكن يحب الشفار فيه حد مش عايز التقويم يبقى باين خالص فبنعمله من جوه الأسنان من جوه الأسنان من جوه الفم وبرضو نفس الكفاءة ونفس الكفاءة ونفس كل حاجة وفيه بقى التقويم الأحدث كمان اللي هو الالاينرز أو الانفيزا لاين اللي هو شفاف خالص بيبقى متحرك لو حيك كنت بسأله على المتحرك فيه تقويم متحرك وبيؤدي نفس المهمة بتاعت التقويم السابت زي المعدن أو الشفار طب إيه مستو؟ مستو إن حد شغال في الإعلام زي حضرك كده وحابب يخرج وما يبقاش فيه تقويم باين أو يأثر على الكلام بتاعه أو خايف من باين بس لو ميكي ماوس يبقى حالي بالضبط فتقدر يده تقلعي عندك بريزنتيشن مهمة تقدر يتقلعي طب إحنا بنخاف من إن هو ممكن حد يقلعه وينساه يعني دي فيه ناس بتقولك أنا ممكن أنساه ساعتها بنعمله التقويم اللي من جوه إن هو ما يبقاش برضو باين وفي نفس الوقت بيديني الكفاءة دي فالتقويم كجهاز اختلف كتير جداً في العشر السنين اللي فاتت بقى فيه تنوع وفيه أنواع وكل شخص على حسب حالته بنيديله الاختيارات أنت ممكن تعمل النوع دوت الشفاف المعدن أياً كان بره جوه شفاف معدن ثابت أو متحرك بالزبط كلهم نفس الكفاءة بالزبط هي بتعتمد على الخطة العلاجية اللي بيحطها دكتور التقويم مدام الخطة العلاجية صح بيختار الجهاز الصح في المدة المصبوطة استخدم معاها الليزر يقلل المدة اللي هيشتغل فيها كل الحاجات دي خلت التقويم بقى مستساغ بقى محبوب يعني الولاب بيجولي أو الناس حتى الكبار اللي بيعملوا تقويم بيبقى خلاص حابب الزيارات بتاعت التقويم ليه؟ ما بقاش فيه المدة الطويلة اللي هو ممكن يخاف منها ما فيش الوجع اللي ممكن بيسمع عنه من زميله كل الحاجات دي فرقت معا طيب اللي خايف من التقويم حضرتك تقوله ايه؟ زي ما بقول لها لحضرتك دلوقتي هو خايف ليه؟ هل خايف ان هو هيعود مدة طويلة؟ لا بقى بيقعد 6-6 خايف يوجعه؟ ما خايف يوجعه احنا ممكن نستخدم الليزر من احنا نقلل الوجه خايف من ايه تاني؟ من الشك؟ لا يعني هو وجود هذا الشيء في فمي هل مثلا بيبقى بسبب احتكاك في الشفايف في اللسان يعني حبقى حساب لساني طبعا بالشفايف يعني اي مكان صح؟ في شيء في جزء في تاني حضرتك لو حطتي اي حاجة لو لبست النظارة انا لما بقى اول ما لبست النظارة كنت حسس بيها اول يوم لبستها وتاني يوم بعد كده بتعود عليه خلاص مش لكن النظارة ما بتعورنيش ما فيش احتكاك ما فيش الكلام ده لان الجهاز اتطور خلاص بقى ما فيهوش اي مشاكل دلوقتي فبقى فهو احساس نفسي مبدأي في البدايات ما هو الاحساس النفسي دوت زي ما قلنا في الاول الحاجات اللي بقيت متورثة وهي غير صحيحة ان هو هيوجعني ان هو هيوعب مدة طويلة ان هو شكله ممكن ما يبقاش كويس كل الكلام ده اختلف واختلف اكتر لما بيجي لي بدري يعني لما بيجي لي زي ما قلت لحضرتك في جلسات الارل دي تيكشن او الكشف المبكر فانا ممكن اتفاد بان هو يعمل تقويم خالص او يعمل حاجة بسيطة اسألت كلها بنستقبلها بخصوص تقويم الاسنان على زيرو 15-5-9-5-1-0-6 مع دكتور خالد سيفتين هنكمل بعد الفاصل حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم فأم ونجوم فأم تي في عادي بنتكلم على الوان الماتشنج على الفساتين ومناسبات لتقويم السنان يا جماعة عشان اعندي سؤال مهم جدا بس خليني بس اراحب تاني بدكتور حاتم سيف الدين استشاري تقويم الاسنان جامعة إن شمس ويعني حضرتك اولا بتانا لو عندي مناسبة ومحتاجة لون تقويم الاسنان لون فستان في المناسبة دي فأنا ممكن أغير تقويم لون التقويم الاسنان بتاعي لمدة يوم وارجع لحضرتك بقى أو أسبوع أو كام يوم وارجع تاني نغير تاني وارجع مثلا ترانسبيرنت أو أي مكان ممكن نعمل كده وممكن خطين فقط لا لا خالص ما هي دي متعة تقويم الاسنان دلوقتي إن أنا أبصت بي بالزبط يعني إن أنا مش ده مش علاج مفروض علي فأنا مداي ومشدود لا ده أنا مستمتع بي بغير الالوان بخرج مع صحابي ممكن نقعد نتناقش اللون المرة الجاية طب اللون ده كان أحلى عليك قصة كبيرة الموضوع كبير طيب سؤال بيقول كنت عملت تقويم لأسناني لأنها كانت فوق بعضهم سؤال من نسمة والسنان اللي تحت بدأت تسوس بدأت تسوس حاليا بقى رجعت الأسنان حاليا بقى رجعت الأسنان لوضعها قبل التقويم كاني ما عملتش تقويم يعني هي كانوا فوق بعضهم وكانوا مسوسين وعملت تقويم وبعد كده رجعت تاني هي يعني هي كانت عاملة تقويم القصة النسمة صح؟ أه عندها 30 سنة كانت عاملة تقويم ترى لو عملت تقويم تاني برضو هترجع تاني طيب هو السؤال تاني بص احنا احنا بعد ما بنعمل التقويم الأسنان بنحتاج فترة نثبت الأسنان في مكانها لأن احنا بعد ما بنحرك الأسنان لازم نعرف العضم والأسنان والفم كله إن المكان ده هو المكان النهائي بتاع الأسنان يعني أنا باتكلم كده ببساطة فبنركب حاجة اسمها ريتينر أو مثبت للأسنان بيقعد فترة معينة من 6 شهور ممكن يقعد سنة ممكن يكون متحرك أو ثابت لو هي ركبتهوش أو ركبته فترة أقل من المفروضة أو ما لبستوش كتير دوت ممكن يخلي الأسنان تتحرك ولكن بعد الفترة بتاعة المثبت اللي هي زي ما قلنا 6 شهور أو سنة مفروض السنان تفضل في مكانها يعني هو التقويم أصلا بياخد وقت قد إيه معدل وقت قد إيه التقويم احنا ممكن في حالات بتقعد 6 شهور في حالات 9 شهور دي معظم الحالات في حالات قليلة جدا اللي ممكن تقعد فترة أطول هي تبقى مشكلة كبيرة لكن إحنا زي ما قلت لحضرتك لما نبتدي بدري ونكتشف المشكلة بدري نقدر نعمل تقويم في فترة أسنان مثلا وبعد كده بقى أبتدي أركب ريتينر أركب مثبت للأسنان ده ما بيعتبرش جزء من التقويم يعني حتى الفترة ديت أنا ما بتبعش الشخص أه بزيب كتوليس هقولك يعني هي دولاتي الطبيب اللي هي خلعت عنده التقويم مش كان مفروض يقول لها تحتركيبي ده وتعودي بيه ما إحنا ما نعرفش ظروف اللي حصلت إيه لأن كمان نوع يعني نوع المثبت بيختلف من حالة الحالية يعني المفروض أن الدكتور بيختار نوع المثبت والمدة اللي هي المفروض تلبسه فيها وهي المفروض تلتزم بلبسه هل التلات عوامل دول كانوا متوفرين ولا لا هو ده السؤال اللي إحنا بنسأله بس في الفترة دي الطبيب ما بيتابعهاش بقى خلاص لا ممكن أشوف الشخص كل ست شهور أو كل تلات شؤور يعني لازم ما يشيلش المثبت غير لما أنا أبص عليه غير لما الدكتور يقول لها خلاص كده بالظبط لكن ما يشيلوش من نفسه هي تلاقيها قال لها مثلا حطيه فترة معينة مثلا وخلص الفترة راح تشيله وخلاص ممكن أو ممكن ما تكونش التزمت بيه طيب هي بتسأل السؤال أعمل بقى تقويم تاني الحل الإدراتي المشكلة دي هل ممكن تتحل ساعات المثبت بنعمل فيه بعض الحركة الصغيرة نصلح بيها الأسنان عندي مشكلة أسناني فيها فراغ ما بين الفكين العلوي والسفلي في الجزء الأمامي معظمه مش بت بطول بتح تحمل على بعضها بتدقيني في الأكل وفي نطق بعض الحروف فراغات ما بين الفكين العلوي والسفلي في الجزء الأمامي ما العلاج والتكلفة تقريبا ومتوسط مدة العلاج وهل في علاج تاني غير التقويم سؤال واضح يعني هي اللي أنا فهمه من السؤال إن هي عندها مسافات بين الأسنان والمسافات دي يتم دايقاها في الأكل والشرب وعملالها مشكلة كمان في مخارج الألفاز الفراغ ما بين أسناني اللي فوق واللي تحت ما بين الأسنان اللي فوق واللي تحت الفراغ ما بين الأسنان اللي تحت حوالي نص سنتي وأكتر عمري 40 سنة الفراغات دي برضو بنقفلها بتقويم الأسنان وفعلا ممكن تأثر على مخارج الألفاز لأن إحنا في مخارج الألفاز تناسق الأسنان مع اللسان هو اللي بيزبط الحروف بتاعتنا فمن الحلول اللي إحنا بنحافظ بها على الأسنان الطبيعية إن إحنا نعمل تقويم المدة والتكلفة والجهاز اللي هنستخدمه كل دوت بيبقى بعد الكشف لأن إحنا ما نقدرش لأن فيه فراغات بتختلف هل علاقة الفكين مصبوطين ولا لا هل فيه مشاكل أخرى المفروض إن إحنا نتعامل معها كل دوت بنشوفه بعد الكشف فيه ريسال بس هي الكاتبة مش كاتبة ما بين ما بين ميم ألف فيه كاتبة ما بين ميم بها ما بين أه يعني كالة الألف يا كالة الألف مريم هيشان بتقوله لحضرتك فيه طاقة أو طاقطقة في الفك أثناء الأكل بس دي مش على طول أوقات وأوقات يا ريت حضرتك تفيدني وهل أنا كده لازم أستشير طبيب ولا لأ وعندي 21 سنة التقطعة ديت بتبقى في مفصل الفك بس هي قالت مش مستديمة هي دي بداية مفصل الفك بيبقى فيه غضروف على المفصل دوت لما الواحد بيفتح بقه جامد أو يقفل المفروض الغضروف دوت بيتحرك مع المفصل حركة طبيعية لما الحركة ديت تبقى مش طبيعية أو فيها مشكلة ما بيبتدي أول بدايات المشكلة ديت إن يحصل تقطاقة التقطاقة ديت لازم نبتدي نعالجها مشاكل طب المفصل تعب من إيه؟ ممكن الأسنان مش متطبقة على بعض فلما بحرك الفك المفصل بيحصل عليه تحميل زيادة شوية ممكن فيه ناس بتاكل لبان كتير برضو أكل اللبان كتير بيخلي الشخص يستخدم فكه وقت طويل ومدة كبيرة فبيعمل ضغط على المفصل ده بيقولوا برضو بدون الإشعاعات إن أكل اللبان كتير ده بيقوي عضلة اللي مش عارفة الفك المهبوس حيك العضلات الوجه خلاص يعني مش محتاجة تقوية وكده لكن فيه ناس بتاكل لبان بفترات طويلة ومدة طويلة فده بيخلي الفك قاعد يفتح ويقفل ويفتح يقفل ويفتح تحميل تحميل على المفصل وخصوصا لو فيه مشاكل أخرى زي ما قلنا لو السنان مش متطبقة على بعض فده ممكن يعمل تحميل جامد على المفصل ساعتها المفصل بيبتدي تحصل منه شكاة وزي كده وأنا بقول لها لازم تستشير الدكتور تقويم يشوف لها إيه المشكلة ديت ويبتدي يتدخل لو محتاجة تدخل وحاجة تانية بقولها لها كمان إن هي لو بتاكل لبان زي ما قلنا توقف اللبان خالص إزاي نحافظ على تقويم الأسنان ونظفته بنسمع كتير إنه ممكن يكون يعني حد ركب التقويم وحصل له بقى مشاكل مختلفة من التقويم زي التسوس زي رائحة فم فإزاي ممكن بقى التقويم ما يسببش تسوس ولا رائحة فم ولا أي مشاكل من مشاكل دي ولكن لو الواحد ما بيهتمش بغسيل الأسنان في العادي فهو مش يهتم بيه أثناء وجود التقويم لا أنا قصدي هل محتاج بقى زيادة اهتمام زائد عن يعني يعني بخل السناني العادي مثلا في العادي بتاعي فلما ركب تقويم أزود مرة أزود حاجة مضمضة هو يفضل إن أي شخص بيغسل أسنان ويغسلها على الأقل مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بالليل قبل ما ينام ودي أهم مرة طبعا أكتر من كده أفضل ولكن أنا بقول المينمم أو أقل شيء المفروض يعمله طب بالنسبة للتقويم التقويم يحبس إنه هو بعد كل أكلة إنه هو يغسل أسنان طب أنا في الشغل في المدراسة ما قدرش أعمل كده ممكن أطمضمت فقط عشان بس الأكل ما يترقمش فيه الفم لكن غير كده ما بيعملش أي مشاكل من الرسالة حضرتك توقيعها المشاهد في نهاية بقى حلقتنا أنا بقول للناس الوقاية مهمة جدا نروح بدري لدكتور التقويم نشوف إيه مشكلة ولادنا في سن التبديل ده شيء مهم جدا وبيحافظ على أسنان ولادنا بيخلينا لو احتاجنا تقويم حتى ناخد مدة سيارة بقول اللي خايف إنه هو يعمل تقويم ما فيش أي سبب إنه هو يخاف إحنا عندنا كل الأجهزة الحديثة الحاجة كمان اللي كنت عايزة أقولها إن دلوقتي المريض يقدر يشوف شكل أسنانه قبل بداية العلاج هيبقى عامل إزاي بنعمل سيميوليشن أو بنعمل تركيب صورته ونوريه قبل التقويم هو عامل إزاي وبعد التقويم هو عامل إزاي فكمان هو عارف في الآخر هيبقى شكله عامل إزاي فمفيش حاجة تخلينا ما نعملش الأسنان آخر حاجة عايزة أقولها إن الأسنان الطبيعية مفيش أحسن منها بلاش نلجأ لحلول أخرى ممكن تسبب لنا مشاكل في الأسنان فهمت يعني نحاول نعالج أسناننا الطبيعية بدل ما نعمل أي بداء الأخرى ممكن تسبب لنا مشاكل بكتر نشكر حضرتك على وجودك معنا شرفتنا ونورتنا في حلقتنا النهاردة شكرا لك وشكرا للسيدة المستمعين شكرا لحضرتك معنا الدكتور حاتم صيف الدين استشاري تقويم الأسنان وجامعة عين الشمس كمل بقية فقرات حلقتنا النهاردة مع الدكتورة خلود شمس الدين الليزر وعلاج الجلد بالليزر بعد الفاصل أنتوا لسه مع حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في